السلام عليكم سبعة الغير زوف اللون بونجور غانوا معكم و السلام عليكم مش عاد كنوا لا بس اليوم رانا سبتمبر 2024 رانا الجمعة طبيعة الحال قلكم للجمعة جمعة مباركة اللي ما تربي الرحمه واللي مريض ربي شافه واللي في محنى ويعاني في صمت ربي يفرج عليه آمين جمعة مباركة يا خواه عودة لتحليل مبارد البارحة ما بين متخب الوطني الجزائري و متخب غينيا استوائية تعرفوا باللي كي دير تحليل الدم السخون أشو ودير تحليل الدم البارد أفروه منش كيف كيف لعنا كي دير أفروه يعودوا لك أمور بزا في رصك لما هدرت عليهم كي دير فيديو أشو دونك نهدروا مرة أخرى ونشوفوا وش لي مشا وش لي ممشاش وش هو السلبي وش هو الإيجابي يعني أنا شخصيا كي تحطل السلبي والإيجابي الإيجابي تغلب على السلبي ولكن كين أمور عدد أمور لازم لها حلول أخضروش نكملوا هاك دا وكان عدد نقط إيجابية أولين قلبي نساء أول آخر مرة والمتخب الوطني في مباراة رسمية لعب مباراة ومتلقى حتى هدف كانت العام الماضي في نوفمبر في مباراة اللي لعبناه ولا تذكره في خارج ديار وربحنا في الموزنبيق هدفين مقابل سفر كانت آخر مباراة اللي كما قلو درناه كلين شيت ما تلقينا حتى هدف والحمد لله البارح بعد تقريب سنة زدنا لعبنا مباراة ما تلقينا حتى هدف وهذا الشيء مفرح جدا ويعطينا أمال فيما يخص دفاعة الفريق الوطني في المستقبل هل هذا عنده علاقة بالتغييرات لدرا بيتكوفيج وين خرج منضي من اللاكس أنا أقول باللي عنده تأثير كبير 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 لا لا قلب الدفاع لأنه صراحة إذا تسقسوننا أنا أقول لكم باللي ما نضي ما نزلوش نحطوه في قلب الدفاع في كل صراحة مهم كأن نقطة اللي تفرح بزاف هو عذرت عليها لكن زيدنا نعودها هو التنائي بن سبعيني اللهي بارك وتوقاي توقاي بالنسبة لي لنا لعب واحد من أفضل مباراة الذي يلو مع ممتخب الوطني أما بن سبعيني هو يعني قيمة تابيطة عاد من عصبة وكان بالنسبة لي أنا رجل مباراة ومراه توقاي صراحة تنائي هذا وما زلو صغير في العمر توقاي 24 سنة في عمره واسمه بسبعينه 26 جيبون 27 26 يعني هذا هو لازم لازم هذا هو الابيراكسيال السنترال لازم على حساب يخدم بها يخدم بها بيتكوفيج زيادة ما ننساوش تانيت على لاعب واحد أخر در مباراة قوية اللي هو جوان حجام جوان حجام بنسبة لي أنا كرواق أيصر ظاهر أيصر أفضل من 8 نوري صراحة آه تقول لي يا غانو كيفاش نعم 8 نوري لازم تبدل له بوست أريري جوش ما يساعدناش هذا جوان هذاك الله يبارك نتمنى هذاك هو يكون لا ريري جوش تعنا تيتولير عنده كلش لا يبارك يعرف يدفع يعرف يهاجم وخاصة تاكتيكيا قوي بالبزاف كيف نقوله تاكتيكيا في التمركز تاعة كما تكونش عندنا الكورة في الموفمون تاعة تحركات في الكوروار تاعة كيفاش كيفاش كوفري كيفاش تاكتيكما قوي بالبزاف ما عندوش بزاف كما نقوله دي شي تاكتيك مقارنة مع أي تنوري اللي هو قوي هجوميا وأدلك هذيك الله يبارك كما نقوله مهارة ديال أي تنوري في هجوميا بزاف من ناس تنسيهم أو تنسينا أنا معكم بللي ما ننساش بللي هو مدافع وطريقة وطريقة اللعب تاعة كضاهير أيصر تشكلنا بزاف المشكل وخطر في الدفاع يعني هالدول الديغ ما نيمو زوج تعديلات يعني حطينا بنسب عيني و عطار و توقي بلان آكس ما كانش أي تنوري درنا جواب حجام ما يرقوش وخرجنا من اللاكس حبطنا هادروات شفتو كيفاش كيفاش حتى إذا شفنا أيضا عطار اللي بدون نادي دخل نسينا قافي من دائما ندير في بالنا هذه نقطة مهمة لازم ندر عليها الصحيب تقارن مع اللعب اللي بدأ المبارا مدقيق اللولا هكذا ومبعد وتقارن مع اللعب اللي دخل في دقيقة 75 85 واشنو الفرق الفرق هو اللعب وهذا ما ينقص صحته ما ينقص ولا على المكانية تقارن اللعب اللي دخل احتياطي نفهم هو بلك النقطة هذه يجب درو في بالنا اللعب اللي دخل في دقيقة 80 راو دخل فريشك بعد نين يفخي راح يلعب مع دمان 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 يعني الفرشك فزيك سي پالا واشنو لانترن دخل لانجوهر فري الى 75 من 80 من لان اللعب 80 من يقول اقسليري هذا هو اللي دير عالطال ولكن عالطال انظر باللي من دي لي انا ما عندوش بلاصوف كاساسي انظر باللي الابير التوغاي و بالسبعين حجام غوش حتى الادروات هدي هي الادفونس والغاردين مع الغاردين هدي حاجة وحد اخر فيما يخص لغاردين دي بوت فراحتين ما كوش نسنا هو الاخر ماندري يكون حارس كنت نسنا في اوكي جا حتى انا شخصيا ليومنا هذا لم افهم وما يقدروش يقنعوني علش نحاو الحارس بنبط الحارس بنبط بالنسبة لي لكو الحارس اللي نركز عليه كأساسي راح نحاو من القائمة ما حبوش يقول يعطيني تحليل تقني تكنيك مرطي ليش تحكي ليش حكاية عشاب ونغوش علش نحيطو حتى زغبة مليح مهم هادي هادي فيما يخص لديفونس وباش كين قراروا المباراة كم من المرة الخصم استطاع ان يدخل بلاي اكس يعني وين كاين بن سبعين وتو كم من المرة زيرو كل ما حاول يلعب كورة طويلة في قلب الدفاع بلاي اكس الصاب في طريقه سوى بن سبعين او توقي قطعوا كلش غلقوا كلش ولاو يهرب ولاو يركزوا الهجم تحم خاصة من جهة منضي يعني في الكل ورقوش تحم ومن جهة منضي هادي اللي لحظناها بالنسبة ليانا بن سبعين يتوقاي طب جي طب حتى واحد يتحك علي قل يتوقاي ايه قتل انتا هدا رأيك نحترمه بس ما تقول لا يهدي لا يهدي يجي تقول لا يهديك تقول لي لا يهديك لا لكل حال ربي يهدينا أجمعين تتجد تتنقش معايا تطيعنا رقيمون وتقول لي لا يهديك هذا ما رأي ما أرقيمون ما عندي منذير به تقول لي لا يهديك لا يهديك بس ما كنت تذكر معايا يعني كنت تقول لا يهديك حبي تقنى أروحك بالانتالي عندك الحق خلينا من العقلية هادي أعطي رأيك دوك أنو الأمور لي ممشاوش لأن ما نساوش الشوط الأول ممشاش ممشيناش وحتى زوج وسط الميدان خلينا أقول لكم هكذا وسط الميدان الشوط الأول كاريتا وخاصة خاصة خاصة زروقي زروقي بالنصر دار لي عليها بس عنا نشوفه كامل بالنصر ربي يكون معاه من اللي إصابة إصابتين خطيرتين ما زنا شفنا بالنصر هذا كلينا عرفوه تعدين 2019 بوكس تو بوكس يطلع القدام يشكل الضنجي واصل الميدان الواحد كي سو بخوجات دولة شفة غيباراتيون هو عوار أنا عوار عامة يعجب لي حتى إذا ما يدير الشرط الأول مليح الشرط التاني هو اللي خرجنا من كما قلوه من الأزمة بالنصر بعيد على المستوى صراحة وزروقي سي انكو بيغ هاد الموسم زروقي مسكين راهو مش عاوج به الغاريب في الأمر الغاريب في الأمر اللي خرجنا لأسوأ في وسط الميدان اللي هو زروقي المدرب ما خرجوش خرج بالنصر وخلوه زروقي سي لترى أكسي ألوكسي لما ينفى بلوليك هدا واش لاحظ كان يقول لك انت يا أرك طايح على محرز علش أني طايح ما عندي حتى حتى جاد محرز أنا يقول لكم باللي محرز ماش لافوت تعو احنا ربما ران نس نو عدنا النصط الجيد محرز الطائر تعاليستر سيتي وتعالي مالذي نف محرز ما يقدرش حتى إذا عنده إيرادة ما رانش شكين في الإيرادة خلاص ما يقدرش هدو الكروش دوبل كروش بينتراسيون يلعب بالإكسperience دياله ومحرز أن ديسكوطابل أنا شو با داكور ما محرز لازم يدو قواتين قريطة التيري بينالتي وعلى كهو دهنيين ما كانش مليح مع المدقب الوطني هذه تانية تنظر بالغلط والفعالية عدنا مشكل في الفينيسيون الفيقاسيتي الفعالية لو كان كان بالرحمة مرتين و اسمه بنزية مرة ثلاثة والبينالتي كان محرز الوطني يدخل الوطني 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 5 هداف الوطني حسين كذير اليوم سن كنا بالصح غدوة شكون يقول لك بل اليراطاش كما هدو ما خلصوهم شغالين لان هذا مشكل كبير تالي جو رتعنا أمام المرمى خاصة واحدة من تاع اسمه بالرحمة ديكتراتي ها سيغراف بنزية كيف كيف سيغراف عكس هدوما شفنا غوير يخرج بالبالون قلع في العمق وشفنا كيف الحق الدام الحارس مرمى اللي غست زن كالم الى في نيو تخافي هدوما الدروس ينخدمهم المباراة وهدوما يخلي بيتكوفيش ما زدش يغلط في خيارات اللعبين في التشكيلة اللي تبدأ المباراة ما تغلطناش اللعبين يا حبيبي نظن هذا فوز مهم جدا ولكن ايضا ما نكتبوش على رحنا المنتخب الوطني تعنا ما عندوش محتوى تعلاب انفو انفولم دجو بيان سيبلي بيان كوني ما عدناش ساعة المدرب جديد بصح بصح اليوم ما زال المنتخب الوطني ما عندوش انفون دجو باين تعرف كيفاش المنتخب يلعب تمر كوز في تيران شفنا باللي بس وسمو كان سنتينل درير لساندخو بالنصر قدامه من فوق شو يعوار وزرقي شو يقدر يكون 4 1 4 1 كما يقدر يقول يكون 4 2 3 1 ما يهمش لكن حاجة اللي أنا حيارتني عامة في المباراة كما هنروش على النساء والنتيجة هو أن l'animation أوفنسيف تعال دول يكيب خسنا لدي تكنيك لحكم باللون يعرف كيف يريون اللعب يعرف كيف يخرج صحابه لكن يقب يعرف يرفع التمبو ينقص التمبو يعرف يلعب باللو بي وليما لا سعيد ولي الأسف تمنيت نشوف سعيد وما شفتوش خلاصة القول كان أمور بزاف من أمور شابة كان البيتكوفيتش والمساعدين من الموبره القابلة قبل إن شاء الله اللي جاية الهر 3 10 سبتمبر لازم نشوف بالفهم بالأمور اللي يجب أنت هذا وش قدرنا نقول له على كل حال ما زال خدمة كدبوش على رحنا و حاجة تانيت لازم نقولها ضروري في الطارة بوست أكتوبر يكون اللعبين شبان جديد شايبي بلومي بوعدناني هذه على الأقل لازم يكونوا في الدفاع لما لا زيادة يقدر يكون عليلة تعلية سامالجي يقدر يكون مناصر وخاصة نتمنى نشوف عودة الحارس بمبوت والداهر الأيمن قاعد الفريق تالي اتحاد العاصمة سعدي أردواني وولا الخوة نحاول نتلاقاه على أيامات باش نهضروا على المباراة القادمة ضد منتخب الليبري يبقى على خير جمعة مباركة إن شاء الله اشتركوا في القناة